مساء الخير من صوت لبنان حلقة جديدة من برنامج منشات المساء تحية مني إيلان زغيب عيسى من زميلة جوزيف كريم على التنفيذ ضيفنا بحلقة اليوم الدكتور في القانون الدستوري والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية دكتور عادل يمين أهلا وسهلا فيك دكتور بصوت لبنان يعني في كتير مواضيع اليوم العلاقة بالطائف والدستور مطروحة رح نحكي فيها نحن ويك هل المشكلة في اتفاق الطائف أم في تطبيقه أم في النظام ككل؟ بعد ثلاثين سنة على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية ما زال مفهوم العيش المشترك والتوازن وحقوق الطوائف هي الهواجس التي تقلق هذا الفريق أو ذاك فما السبب؟ اليوم ومع التسوية الرئاسية عادت نغمة الحديث عن حقوق المسيحيين والمناصفة في الوظائف والنقاش الآن حول تفسير المادة 95 من الدستور إشكاليات الصلاحيات ما تزال قائمة بدورها والعين اليوم على صلاحيات رئاسة الحكومة التي يعتبر السنة أنها منتقصة ولكن ما الذي يمنع رئيس الحكومة من الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ ولماذا الخوف دائما من التصويت على القضايا الخلافية؟ وهل نحن بحاجة إلى قمم روحية من وقت إلى آخر لتهديئة النفوس والطمأنة إلى استمرار التعايش؟ مرحب فيك دكتور عاد اليمين الدكتور في القانون الدستوري والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية بصوت لبنان يعني طرحنا بالمقدمة هالأشهر مطروحة اليوم خلنا نبالش نحن وياك أول شي بموضوع الحكومة الحكومة صلى تقريبا شهر مش عم تجتمع مع أنه بقدرة الرئيس الحكومة أو من صلاحياته أنه يدعيه بحدد جدول الأعمال تاب اليوم نحن بين أنه الصلاحيات والأمر الواقع على الأرض أو الرغبة بالتوافق نعم أولا تحديد جدول الأعمال يعود إلى رئيس مجلس الوزراء بعد إطلاع رئيس الجمهورية بحسب النص الدستوري إنما بالعرف أصبح مفهوم الإطلاع يعني نوع من التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على جدول الأعمال هذا من جهة ومن جهة تانية يعطي الدستور الحق لرئيس الجمهورية أن يترأس الجلسة ساعة يشاء وأن يطرح أي أمر من الأمور الطارئة بحسب تأديره من خارج جدول الأعمال وبالتالي بيد رئيس الجمهورية أيضا أن يطرح على النقاش في مجلس الوزراء عندما يحضر ويترأس الجلسة أي موضوع ولو من خارج جدول الأعمال أما لماذا لا ينعقد مجلس الوزراء منذ شهر؟ لأنه في أزمة إحالة أو عدم إحالة جرائم قبر شمون على المجلس العدلي ولأنه كل فريق وكل مكون أساسي من مكونات الحكومة وكل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحكومة عندهم القدرة وعندهم مفاتيح لإقفال أو لفتح مجلس الوزراء رئيس الجمهورية عنده القدرة أن يحضر ويترح موضوع من خارج جدول الأعمال إذا كان هالموضوع قد يغيظ الرئيس سعد الحريري فبالمقابل عنده ورقة بإيده رئيس الحكومة أن يغادر الجلسة فيعطل الاجتماع كذلك بإيد فريق رئيس الجمهورية التلت الضامن في حال لاحظ أن الأمور ماشي على عكس هواء أو أنه موضوع جريمة قبر شمون لا يطرح في مجلس الوزراء أن يغادر أيضا وأن يعطل اجتماع مجلس الوزراء لذلك بحكم طبيعة المشكلة والتوازنات السياسية وكذلك بحكم الصلاحيات الدستورية اللي موجودة بإيد رئيس الجمهورية من جهة وبإيد رئيس الحكومة من جهة وبإيد أي تلت زائد واحد في الحكومة لإلو دور في تأمين النصاب أو إرفضات النصاب لذلك بحكم كل هالمعطيات أصبحت القرارات الأساسية تحتاج حتى لو خارج المواضيع الأربعة عشر وقت لما يبقى في موضوع مهم بيحتاج لشيء من التفاهم والتوافق وهيدا الأمر بعده مش متوافر لهلأ ومنشين هيك مش عم تنعائد الجايز ولكن ديما يعني مش بس بهالمواضيع عم نوصل لأنه إذا ما في توافق عم تتعطل الدولة يعني حتى لما شفنا بانتخابات رئاسة الجمهورية قداش ضلوا لانتخبوا بتشكيل الحكومات صحيح طيب يعني هون ما لازم يكون في يعني مخرج ما المشكلة أنه اتفاق الطائف لم يتضمن الأليات والمهل والسبل الكافية لإخراجنا من المقاذق الدستورية هناك مجموعة من الإشكليات الدستورية اللي بتنبسق من الدستور الذي أتى ترجمة لاتفاق الطائف ما إلى حل يعني إذا مثلا رح بلش بانتخابات رئاسة الجمهورية إذا ما تأمن نصاب التلتين ما بيجاوب الدستور كيف الحل لنخرج من المقاذق أكتر من تجربة استمر الشهور الرئاسي سنة أو سنتين أو سنتين ونص من دون انتخاب رئيس جمهورية لأنه ما في حل بالدستور من أجل الخروج من هذا المقاذق بالوقت اللي كان بيقدر الدستور وأنا هيدا اقترحته بأكتر من مناسبة أنه يوضع حل لها المشكلة مثل أنه يقول إذا مرأة ثلاثة شهر وما صار نصاب التلتين لانتخاب الرئيس يعتبر البرلومات منحلا ويصار إلى إجراء انتخابات نيبية جديدة ينبثق عنها تمثيل شعبي جديد بيكون عم نعطي فرصة لتأمين نصاب من خلال مجلس نيبية جديد لأنه منطق التسوية وتدوير الزوايا حكم عقول وضعي اتفاق الطائف نقطة تانية إذا موضوع تسمية رئيس الحكومة المكلف في التباس حول كيفية اعتبار الاستشارات ملزمة وتفسير هذه الاستشارات إذا ملزمة أو لا ولحق وتعين رئيس حكومة مكلف ما في مهلة على رئيس الحكومة المكلف لإنجاز اتفاقه مع رئيس الجمهورية حول التشكيل الحكومي وبالتالي استمر مرة 11 شهر ومرة 9 أشهر التكليف حتى أبصرت الحكومة النور وبالتالي إذا بنرجع للدستور بنلاقي ما في ولا مخرج صريح لا في طريقة لإجبار رئيس الحكومة على التنحي إذا ما اعتذر ولا في طريقة بيقيد رئيس الجمهورية واضحة وصريحة لصحب التكليف ولا في مهلة صريحة في الدستور لإنجاز هذا الاتفاق طيب إذا ما اتفقوا رئيس الجمهورية والحكومة على التشكيل شو الحل؟ ما في مخرج انطلاعا من هون يمكن عملت هايدي كمان كله بمنطق التسوي منطق التسوي بس بيحفظ كمان نوع من صلاحيات رئيسة الجمهورية اللي أخذ كتير مننا بالطائف ولكن إذا من عم نشوف اليوم عم نلاحظ أنه لا في صلاحيات بعد لا في صلاحيات أكيد بس مننا كافية المشكلة بالطائف أنه ما عنا مرجعية داخلية دستورية قادرة على القيام بالدور التحكيمي الفاصل عنا يعني هلأ بيصدف أنه بيكون رئيس جمهورية أحيانا إذا كان رئيس جمهورية عنده كتلة نيابية مثل اليوم داعمة له أفريقاء وتحالفات ممكن يكون دوره أكبر بس إذا كان رئيس جمهورية بدون لحاله ما عنده تكتلات نيابية دعمته عنده مشكلة بيكون الرئيس لأنه الصلاحيات الموجودة صحيح في بعض الصلاحيات ولكن ما بتأهله للحسم يعني ما بتأهله للعب دور التحكيمي على قاعدة رفع البطاقة الحمراء والبطاقة الصفراء والبطاقة الخضراء فقط تسمح له بأن يكون محكم يسجل النقاط ويعدد الأهداف فقط من دون التصرف يمكن منشوف كل حدا من الرئاسات الثلاثة عنده إذا بدك الفيتو على الأمور يعني فيه يوقف صحيح أول شيء يعني تصويباً الأصح القول رئيس لأننا رئيس واحد حسب المدد 49 هو رئيس الدولي بكل سلطاتها ومؤسساتها هو رئيس الجمهورية أما الرئيسان الآخران هن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النيابي هن رؤسة مؤسسات منن رؤساء بالبطلة انطلاعاً من ذلك صحيح في قدرة على التعطيل لعند المواقع الرئاسية ولكن ما في موقع يعني وتحديداً لازم يكون بإيد رئيس الجمهورية ما في صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية تسمح له بفضل منازعات أو بفتح طريق الحلول عندنا كتير نئات مشاكل مثل مثلاً رئيس الجمهورية إذا بده يدعي لجلسة استثنائية بحسب الدستور لمجلس الوزراء يحتاج للاتفاق مع رئيس الحكومة بالوقت رئيس الحكومة يستطيع وحيداً أن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد للاجتماعات العادية في حين أنه الاجتماعات الاستثنائية يدعو لها رئيس الجمهورية ولكن أضافوا عبارة بالاتفاق مع رئيس الحكومة فأصبح رئيس الدولة هكذا يقرروا يعني بالطاقف إيه دعم بس كان لازم على القليلة أنا بفهم أنه الاجتماعات الدورية العادية تكون الدعوة لها بإيد رئيس الحكومة باعتباره هو رئيس مجلس الوزراء ونحن بنظام بارلوماني ولكن الاجتماعات الاستثنائية يجب أن تكون الدعوة لها بإيد رئيس الجمهورية لأنه فيه بيكون أمر جلل بيكون فيه أمر مهم وقت لما رئيس الدولة لهو رمز وحدة الوطن والمؤتمن على حماية الدستور والقانون بيرتقي أنه فيه حاجة ليجتمع مجلس الوزراء لأصبح بعد اتفاق الطائف هو السلطة التنفيذية وقت لما بيكون بيرتقي الرئيس أنه لازم يدعي السلطة التنفيذية للاجتماع منفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة رئيس الحكومة طيب برك رئيس الحكومة ما وافق بالوقت اللي رئيس الجمهورية هو الذي أقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والقانون بس ما ننخلي صلاحيات لرئيسة الحكومة كمان ما رح يبقى بإيده لرئيس الحكومة الحق بدعوة مجلس الوزراء للاجتماعات الدورية أي الأسبوعية طيب رئيس الحكومة عنده منفردا الحق يدعي مجلس الوزراء كل أسبوع كل أسبوع مرة طيب منسمحنا للرئيس بالمقابل عند الضرورة وبالحالات الاستثنائية أن يدعو مجلس الوزراء لا بده موافقة رئيس الحكومة ما عنده الأهلية لحاله رئيس الدولة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد يعني هو الحكى كثير عن أنه كثير في تعديل لاتفاق الطائف خصوصا بالبنود يعني اللي بتخلينا نوقع بالتعطيل وعدم إجراء الانتخابات نكون فيه بديل بس لحد هلأ ما صار شي لأنه كان ينخاف أنه إذا فتحنا باب التعديلات بالطائف نفوت بتعديلات يعني أكثر وفيه فئات اللي بتخاف منها ما أحدا عم يطلب الخروج على الطائف من حيث روحيته وجوهره ومن حيث مساق العيش المشترك ولا من حيث المناصفة إطلاقا المطلوب سد الثغرات الإجرائية فقط نعم يعني تخيلي مثلا رئيس الجمهورية عنده مهلة 15 يوم لا يوقع أي مرسوم بيصدر عن مجلس المزراء ولكن رئيس الحكومة والوزير المقتصر اللي هني أدنى رتبة من المقيدين بعيمه لصريحة لتوقيع المرسوم وبالتالي إذا مجلس الوزراء إخذ قرار ما وقعوا رئيس الحكومة مثل ما صار بمشروع الزواج المدني بأواخر عهد الرئيس الهراوي بيبقى بالجرار سنوات وسنوات وبإلى هلأ هذا أمر غير مبتد يعني الأجواء اللي إجا فيها اتفاق الطائف وترجمة عمليا يعني بالنهاية لانتصار فريق على فريق آخر بسبب وانتهت الحرب كان في موازين قوى غير سوية وكان في ظروف سياسية وأمنية ما سمحت للنقاش الحر والعلمي ولكن هلأ نحن بأفضل أحوال من حيث الحرية من حيث السيادة ومن حيث الاستقلال وبالتالي هلأ أفضل وقت لسد الثغرات وليس للانقلاب على الطائف إنما من أجل تنقيحه وتوضيحه وسد الثغرات فيه نعم دكتور عاد اليمين يعني في كتير بيقولوا كمان أنه التسوية الحالية اللي هي صار فيه توافق بين أنه انتخاب الرئيس عون والإتيان بالرئيس الحكومة هالتسوية اللي صارت هي يعني السبب كما بالمشاكل اللي عم بتصير اليوم إنه ما عم نقدر نحرك العجلة ما عم نقدر تمعطل اليوم المجلس الوزراء إلى آخره لا يعني قبل التسوية ما كمان كنا بتعطيل كبير كان في شغور بسدة الرئاسة كان مجلس الوزراء عم بيجتمع على القطعة لأنصار في نقاش بوقتها ومنازعة إذا كان في شغور بسدة الرئاسة هل يستمر مجلس الوزراء بالعمل بشكل عادي أم يعتبر شبه مستقيل أو معطل أو يكتفي بتصريف الأعمال وكان في اختلاف على آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسة هل يعمل بالإجماع أم بالتلتين أم بأي صيغة وكان في مشكلة على عمل مجلس النواب هل يحق للبرلومات تشريع في ظل شغور سدة الرئاسة وغياب الرئيس الذي يقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والقوانين كمان هاي صغر إضافية كمان هاي صغر إضافية بوقتها كمان كنا بمشكلة وكنا بمشكلة شغور الرئاسة بحد ذاته بعد التسوية الرئاسية لأ في أمور عملت يعني وفي أمور لو لا التسوية الرئاسية لما تحققت انتخاب الرئيس وضع قانون انتخابات نيابية جديد إجراء الانتخابات النيابية تشكيل أول حكومة تشكيل تاني حكومة وضع مواستين والثالثة هلأ قيد بصار النور ثلاث موازنات هذي أمور عدا عن طبعا تحرير الجرود من الإرهاب هذي أمور أساسية مش عم بقول كافيين ولا عم بتدعي أنه هذي إنجازات كافية ولكن لو لا التسوية الرئاسية ما كان طبعا قدرنا شهدنا هالأعمال اللي تحققت بس هي تسوية على شو كانت لا إذا أصدك التسوية الرئاسية بمعنى أنه أن يكون العماد مش العون رئيسا للجمهورية أنه أنه طيال المستقبل والقوات اللبنانية قبلوا ينتخبوا الرئيس صحيح ونفس الوقت أنه رئيس الحريري هو رئيس الحريري بيكون هو رئيس الحكومة بالمبدأ ونحن منظل متوافقين ولكن حتى رغم هالشي ما عم نشوف هالتوافق يعني عم نشوف هالتسوية عم تهتز بقوة طبعا لأن هي التفاهم ما كان شامل ومش مبني يمكن على أمور سياسية هو طبعا تفاهم في بعض الجوانب السياسية وفي بعض الجوانب تتعلق بالمشاركة بالحكم بالمشاركة بالحكم هذا أمر واقع ولكن ببلد توافقي كل مرة بيطلق موضوع في مواضيع مستجدة مثل جريمة قبر الشمون هايدي استجدد بعد التسوية الرئاسية وبالتالي هلأ المنازعة حولها وهيدي خلفية يعني النزاح حولها سياسي النزاح حولها طبعا فيه شئ منه سياسي وفيه شئ منه عدلي وحقوقي سيئة بأنه فيه شئ سياسي لأنه الإحالة على المجلس العدلي بتتم بقرار سياسي بحسب قانون المجلس العدلي الإحالة بتتم بقرار يتخذ في مجلس الوزراء فهاي اللحظة هاي النقطة المفصلية هاي سياسية لأنه مجلس الوزراء بالآخر هو سلطة سياسية هايك حادثة لازم بتحال على المجلس العدلي؟ يعني إذا بنرجع لأحكام المجلس العدلي لأنه فيه حيثيات قضائية لازم تصير قبل يمكن لتبين إذا هالاتف ولا مرة إذا بنرجع لأنون المجلس العدلي ولا التجارب عادة كل مرة بتحصل جريمة تدخل بأحد الأفعال الداخلة بأنون المجلس العدلي لأنه أنون المجلس العدلي حدد مجموعة جرائم اعتبر المشرع أنه من اختصاص المجلس العدلي اللي كل ما يتصل بتعكير الوحدة الوطنية والمس بالعيش المشترك وما يمس هيبة الدولة والأمن القومي أو الاتصال بالعدو أو التجسس أحياناً الاختلاس المالي كذلك الأسلحة والزخائر هاي المواضيع اعتبر المشرع أنه لازم تكون من اختصاص المجلس العدلي ولكن ربطة بأرار من مجلس المزارة كل مرة كان عم بيصير إحالات كان عم بيصير فوراً في عقب الجريمة يعني كل مرة صارت إحالات على المجلس العدلي بالعشرات ما نطرت نتيجة التحيات لأن السلطة السياسية هي من ظاهر الحال من ظاهر المعطيات والوقائع تقدر بسلطة استنسبية تقديرية لإلى إذا ما كان في حاجة للإحالة على المجلس العدلي خصوصاً أنه المغزى السياسي والرسالة المتوجبة من الإحالة على المجلس العدلي وهي رسالة تعني حرص الدولة على هيبتها تعطي مفعول أكبر وقتل ما تكون الإحالة سريعة لأن إذا بتتأخر الإحالة تجاه الرأي العام بس هنا في إنقصام بيكون خف وهج الخطوة في إنقصام لأنه حول هايدي الموضوع طبعاً إنقصام قائم في فريق فريق بيعتبر أنه هاي الحادثة منّة حادثة مدبرة بس إذا هلا بنجي بنشوف بنلاقي أنه الفريق الرافض للإحالة على المجلس العدلي وافق على الإحالة على المجلس العدلي ولكن على أن تتضمن الإحالة إحالة جريمة شوايفات معناتها كأنه هالفريق عم بيقول أنا بالمبدأ ما بشوف في مشكلة مبدئية قانونية في إحالة جريمة قبر الشمون على المجلس العدلي إنما يطالب من باب المقايضة أن تكون معها محالة جريمة شوايفات وبالتالي هيدا الفريق ما بقى فيه يتزرع ويقول من الناحية القانونية هالسه الجريمة لا تنطبق على الأفعال المحددة باختصاص المجلس العدلي طالما سلم بس وحدة بوحدة بس على قاعدة وحدة بوحدة نعم هيدا الوزير يعني النائب السابق وليد جنبلاط في الموضوع دكتور عاد اليمين اليوم إذا لما منشوف في تعطيل الأمور مش عم تمشي إلى آخره يعني فيه طرح يعني طرحوا حزب الكتائب أنه خلت تستقيل هالحكومة ونعمل انتخابات مبكرة يعني اليوم فيه دول كتيرة لما مثلا ما بتمشي الحكومات بيعملوا عندهم شي بنص على هالوضع شو رأيك بهالترح؟ طبعا يعني طرح دايما العودة إلى الشعب طرح متقدم طرح ديمقراطي وكل مرة بيكون فيه فكرة للرجوع إلى الشعب لأنه بحسب مقدمة الدستور الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية وبالتالي شعب هو الموكل والنواب هن الوكلاء فالأصيل دايما هو الشعب ولكن السؤال اللي بيطرح هل اليوم إذا أجريت انتخابات نيبية جديدة رح يتغير شي؟ ما بدي استبق الرأي العام واستبق الحكم بس بالتوازنات القائمة انتخابات جارت مش من زمان حسب قانون انتخاب بيتغير الوضع هلأ قانون انتخابات ما في شي بيأشر على تغييره إذا قانون انتخابات ذاته والتحالفات تقريبا ذاتها وما في شي بيدل إنه مزاج الرأي العام كتير تبدل ما بنتوقع إنه تغيير كبير بخريطة المجلس النيابي وبالتالي أي حكومة رح تجي تعكس البرلمان طالما نحن بنظام برلماني تعكس البرلمان بشكل أو بآخر مش ضروري الإنعكاس الكل التام ولكن بدنا تنبنى على خريطة تكون المجلس النيابي إزاك هل نحن أمام صفحة جديدة بنكون أو لا في علامة استخدام نعم طيب بالنسبة لموضوع صلاحيات رئيسة الحكومة صار فيه يعني شي لحد ما كأنه سابقة تجمع رؤساء الحكومات السابقين سرعاً يجتمع دايماً صاروا نادي يعني كأنه تجمع أو نادي رؤساء كيف بتشوف يعني هالظاهرة يعني بالحقيقة كأنه رؤساء الحكومات السابقين أو البعض منهم يعني الثلاثة تحديداً اللي عم يجتمعوا دايماً من ميل في شق يتعلق بالمزايد على الرئيس سعد الحريري بس أنه بالتوافق معه يعني عم بيكونوا بظاهر الحال بالتوافق بس وقت لما هني بيتحركوا بهالشكل كأنه نعم بيقولوا الرئيس سعد الحريري منه قاين بالواجب كفو يعني وقت لما بيجوا بيركدوا وبدأ عم بدافوا عن حقوقه وصلاحياته ما هو مراضي كرئيس حكومة إنه هو ما عم بيشكي يعني وقت لما الرجل هو عم بيشغل المنصب هو منه بحاجة هو بيتصرف بس هني عم بينصحوه هلأ باجتمال أخير إنه مية يعني إنه يتروه وقت لما عم بينصحوه معناتها مش عم بيعبروا عن رأيه معناتها عم بيعبروا عن رأيه هنه نعم فمن شين هكده بيأكد لي إنه مسألة فيها شئ بيتعلق بالمزايدة وقت لما بيجوا بيعبروا عن خوفهم على صلاحيات رئيس الحكومة بهالشكل وبيروحوا على السعودية ليشكوا وبيطلعوا على الإعلام وكل يوم بيحكوا عن صلاحيات رئاسة الحكومة معناتها في شيء بيتعلق بالمزايدة على الرأيه سعد الحريري هنا رحل يشكوا أو السعودية دعمتهم بالأساس ما بعرف بالحقيقة بس بالحالتين إنه مسألة داخلية ما كان في تزوم تنطرح خارج الأراضي اللبنانية لأنه نحن ببلد بالمبدأ سيد وحر ومستقل لا يجوز طرح مسائل داخلية لا بسعودية ولا بسوريا ولا بإيران ولا بفرنسا ما في سبب لطرح المسائل خارج الحدود الشيء الثاني بعتقد في حنين إلى ممارسة صلاحيات رئاسة الحكومة كما كانت في المرحلة خلال الاحتلال السوري منذ إقرار الطائف لحد الأمس القريب حيث كان دور رئيس الحكومة مضخما على حساب دور رئيس الجمهورية وعلى حساب الشراكة الحقيقية في الحكم بين الفئتين المسلمة والمسيحية بسبب من ترك الأمر السوري يعني بسبب التفاهم الكبير اللي كان قائم بين السوريين وبين رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية بس كان الدور متروك الأساسي لرئيس الحكومة في ظل تهميش الدور المسيحي سواء بسبب أنه الانتخاب أو بسبب حذر السوريين من الأحزاب المسيحية السيادية الأساسية الأمر اللي جعل رئيس الحكومة صاحب الدور الأكبر في الحكم منذ الطائف لغاية الأمس القريب وبعتقد عند البعض في حنين إلى ممارسة هذا الدور اللي هو أكبر من الدستور ولكن عملياً اليوم ما نشايف أي خرق لصلاحيات رئيس الحكومة هلأ أكبر دليل رئيس الحكومة ما عم بيلاقي في موجب أو ظرف لدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد ما حداً عم بيقدر يدعي مجلس الوزراء للإنعقاد وما عاد رئيس الحكومة ولا أرار إخده بدون رضا ولا أرار انفرض عليه ولا أرار عمله بالغصب وبالتالي بعتقد هذه الشكوى في غير محلها من جهة هي مزايدة ومن جهة تانية تمثل حنين إلى ممارسة دور أكبر مما ينيته الدستور برؤساء الحكومة كمان سمعنا تصريح الرئيس السانيورة اللي ناشت فيه رئيس الجمهورية أنه يدافع على الدستور شو دور الرئيس بهالمجال؟ طبعاً بالمادة التسعة وأربعين دوره بقسم اليمين هو يحافظ على الدستور يعني رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن ويحمي الدستور والقانون والاستقلال بس ما بعرف وين بيعتبر الرئيس فؤاد السانيورة عم بيصير خرق للدستور يحدد لنا وين إذا كان فيه نقطة معينة إذا بيعتبر أنه فيه انتقاص من صلاحية رئيس الحكومة بالجلسة أنه يتنائد الجلسات الحكومة شو بيقدر يعمل رئيس الجمهورية؟ لش عنده صلاحية رئيس الجمهورية يدعي لحاله وما دعي لجلسة؟ إذا جلسة عادية تتم الدعوة بمجب بأرار من رئيس الحكومة منفرداً بخيف الرئيس الحريري يمكن أن يكون هناك مشكل ما هو بالدستور الدستور بزيته عاطب فتح مجلس الوزراء بالإقفال لعدة جهات يعني اللي معه التلت زائد واحد بيقدر يفل من الجلسة بتفرط رئيس الحكومة بزيته هو قال أنا أو مصادره قالت إذا رئيس الجمهورية حضر وترقص الجلسة وطرح موضوع المجلس العدلي من خارج جدول الأعمال رح يغادر الجلسة يعني ما هو كمان رئيس الحكومة يعني الفيتويات موجودة الفيتويات بحكم الدستور موجودة بإيد أكتر من الطرف طيب كمان يوم كان فيه قمة روحية مسيحية إسلامية عم شددت على التمسك بالطائف وعلى الصلاحيات الدستورية والتمسك بالسوابة الوطنية ومتانة العيش المشترك يعني دايما هون منسأل إنه نحن دكتور عادي اليمين إنه ليش دايما بحاجة لكيك من وقت لوقت إنه يجو رجال الدين ويحكوا عن موضوع العيش المشترك أنه في شي مش ماشي يعني أكيد أكيد يعني صار هيدا تقليد بلبنان مع إنه هل هذا شيء إجابي أنا أو سلب إلى يعني إذا بيبقوا بالعموميات ما في مشكلة وإذا رجال الدين بيبقوا بيعبروا عن التمسك بالمناصفة وبالتفاهم الوطني وبالوحدة الوطنية ما في مشكلة بالصفاتهم أول شيء هنم مواطنين وعندهم حق إبداء الرأي طبعا بيصير في مشكلة إذا أي رجل دين لا سمح الله استعمل صفته الدينية للتخريض ضد طواقف أخرى هون بنسير في بمشكل لا لأنه له أثر كلامه وهيدا الأثر بيكون مئزة ومضر بس إذا بقي كلام بالخير وبالوحدة وبالتعايش فلا بأس بذلك إنما نحن ببلد ديمقراطي وبدولة لو كان فيها كوتة طائفية إنما هي مدنية وبالتالي بحسب مقدمة الدستور الشعب مصدر السلطات مش الطواقف الشعب مصدر السلطات يمارسها وصاحب السيادي ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية وبالتالي النواب هن ممثلي الشعب وليس رؤساء الطواقف الروحية مع الاحترام لإلهم وحفظ دورهم في مسائل الأحوال الشخصية والشعائر الدينية وحرية التعليم هذا موجود بالدستور دكتور عادي اليمين اليوم في خلاف حول تفسير المادة 95 من الدستور اللي بتحكي عن يعني التوظيفات اللي بتقول هي إنه بالأول نحن بنا نشكل الغاء الطائفية السياسية ولكن بالانتظار تمثل التواقف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها أو ما يعادل الفئة الأولى تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين يعني هون الخلاف على إنه الفئة الأولى هي مناصفة وطرف الآخر اللي بيستند لكلمة مقتضيات الوفاق الوطني اللي بيوسعها لتشمل أيضا غير الفئة الأولى كيف منا نفسر هالمادة اليوم التفسير اللي ساد بعد الطائف أنه المناصفة الطائفية بين الفئتين المسلمة والمسيحية محصورة بوظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها الأمر اللي أدى إلى نوع من اجتياح في التطبيق في مقص الفئات التانية وما دون ولم يراعى أي توازن طائفي أو وطني في هذه الفئات أي الفئة التانية وما دون وصلنا ببعض الإدارات لعشرة بالمئة مسيحيين وتسعين بالمئة مسلمين انطلاقا من القراءة التي تقول أن التعديلات الدستورية المنبسقة من اتفاق الطائف وتحديدا النص المعدل المادي خمسة وتسعين يحصر المناصف في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها فيما يتعلق بالوظيفة العامة إلا أنه قراءة متأنية للمادي خمسة وتسعين بتخلينا نوصل لإستنتاج مختلف وأنا هذا كان منذ سنوات بعيدة جدا بأن وضعت دراسة وتوزعت للمراجع المعنية تقول بالقراءة المعاكسة واللي اليوم بلشت هذه القراءة تنتشر أكتر وأكتر وقت لما منرجع للمادي خمسة وتسعين ومنقراها بتعمق وبيهدوء منلاقي أنه بتتحدث عن إلغاء التمصيل الطائفي في الوظيفة ويعتمد الكفاءة والاختصاص ولكن تستطرت وتقول وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني ويستسنى من ذلك وظائف الفئة الأولى حيث تعتمد المناصفة مع حفظ الاختصاص والكفاءة إذن هناك شرط فيما يتعلق بوظائف الفئة التانية وما دون أن إلغاء التمصيل الطائفي بمعنى أن لا تبقى هذه الوظيفة للموارن وتلك الوظيفة للشيعة وتلك الوظيفة للروم الأرتودوكس إنما اقترنا هذا الإلغاء مع شرط أن يتم وفقا أن يتم اعتماد الكفاءة والاختصاص وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني وعندما تتحدث المادة عن أن يتم ذلك وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني فهي تعني مقتضيات الوفاق الوطني بين المسلمين والبسيحيين وبين سائر المذاهب أي أنه يتعين أن نبقى في مخص الفئة التانية وما دون في جوار المناصفة في حين يتوجب أن نبقى على خط المناصف الكلي المطلقة فيما يتعلق بوظائف الفئة الأولى لذلك عيس الجمهورية اليوم هو في صدد إرسال رسالة مع توقيعه أو اتجاهه لتوقيع قانون الموازنة وانطلاقا من اللغة اللي صاحب المادة الثمانين في قانون الموازنة لالفان وتسعة عشر هو في صدد توجيه رسالة إلى المجلس النيابي يطلب منه موقفا فيما يتعلق بالمادة خمسة وتسعين من الدستور وقراءتها في الخصوص المقوص هالشي ممكن يتوجب على البرلومات يعني اليوم دقيقة هالشغلة بحسب المادة 53 من الدستور وتحديدا للفقرة عشرة يراصل أو يوجه رئيس الجمهورية عند الضرورة رسائل إلى مجلس النواب وبحسب المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب يتوجب على البرلومات الإنعقاد خلال سلاسة أيام عندما يوجه رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس من أجل أن يستمع إلى رسالة الرئيس ويناقشها ويتخذ الموقف منه ملزم يلتزم بمضمون الرسالة ولكن ملزم يجتمع ويناقش ويتخذ القرار أو التدبير أو الموقف اللازم بإزاء رسالة الرئيس رح يجتمع ويقرروا مثلا شو تفسير لها المادة ممكن يعملوا توصير الحكومة لأنه التفسير يعني بغير إذا بدك أمور كتير طب يمكن تفسير يمكن توضيح يمكن توصية بدنا نشوف الشكل اللي يتعامل فيه المجلس النواب بس أكيد أي تفسير بمعنى التفسير الدستوري أو قانون الدستوري بالتفسير برأيه في ظل عدم توضيح إلية التفسير في الدستور يتوجب أن يتم بأغلبية التلتين وليس فقط بالأغلبية العادية أو بالأغلبية المطلقة أو بأغلبية المطلقة من الحاضرين لأن التفسير ينطوي أحيانا على تعديل أو على إعادة أو إعطاء معنى للدستور وهو يوازي التعديل من حيث القيمة ومن حيث المفاعل نعم وكمان رئيس جمهورية يعني يعني عم يطرح الموضوع كله سوا بحي داعي كان أو عم بفكر يعني بحوار وطني هون كنت بدي أسألك كمان وحذرتك حكيت إنه هل هالشي يعني يقارب تعديلات الثلطاطف المادي 95 تحتاج إلى توضيح أكثر ما تحتاج إلى تعديل لأنه هي راعة مقتضيات الوفاق الوطني وأوجبت مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني وقت لما بنستعمل هايك عبارة عم نقصد بين الطوائف شو عم نقصد بين مين ومين يعني بين الشقر والصمر بين مين ومين لشو فير بقواعد التفسير دائماً يجب تفعيل النص وليس أهماله ما في ولا عبارة ممكن أهمالها خلال عملية التفسير وقت لما هالعبارة وردت معناتها إلا نتائج وإلا معنى وإلا ما كان المشترع أوردها وبما إنه وردت بنا نعطيها مفاعل مفاعلها هي التوازن الوطني وبالتالي بحاجة لتوضيح المادي 95 أكتر ما هي بحاجة لتعديل ممكن بحاجة لقوانين عادية توضع تنفيذاً لعبارة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني هلأ ممكن الرئيس بأي وقت يدعي لحوار ممكن إذا ارتأى ذلك مناسب من أجل جلاء المادي 95 من الدستور هي المادي 95 يعني أصلاً يعني بتنص على أنه بتحكي عن إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية تب ليش هالبند يعني عالي وما حدا بيحكي فيه تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية كهدف ولكن الدستور والمادي الدستور منلاقي بأكتر بمطرح آخر بمكان آخر يتحدث عن إلغاء الطائفية وليس فقط الطائفية السياسية وبالتالي أي إلغاء للطائفية السياسية فقط من دون إلغاء الطائفية بالمطلق بمعنى أن تبقى الطائفية في التعليم وفي الأحوال الشخصية وفي الأحزاب وفي النوادي وفي المستشفيات وفي الجامعات وفي النفوس وأن تلغى فقط الطائفية من حيث الكوتا في مجلس النواب ومجلس الوزراء والمواقع الرئاسية ذلك يعني هيمنة الطواقف الأكبر عددا وإلغاء الطائفية السياسية فقط هو أكبر ممارسي للطائفية السياسية بس هيك بنص الطائف يعني هيدا أحد هيدا أخدي جملة من الطائف في محل تاني يتحدثوا بالمقدمة عن إلغاء الطائفية ككل والمدي 95 لا تتحدث على إلغاء الطائفية السياسية كاستحقا تتحدث عن تشكيل أنه هيدا هدف يحصل بعد مسار يبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية هذه الهيئة تشكل برئاس رئيس الجمهورية وعضوية رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وشخصيات سياسية وفكرية تضع هذه الهيئة توصيات ترفع إلى مجلس النزراء ومجلس النواب وبالتالي هذا مسار قد يستغرق سنوات حتى ما بلش بأول خطواته ما بلش بخطواته أولا لأنه الطائف أصلا كان عم يتصبق صعب أول شي بمرحلة في الاحتلال السوري ما كان ممكن تتناقش هيك أمور مصيرية لظل هذه الأوضاع بعدين كنا مقلعين بنظام كنا ماشيين بنظام مش كتير مقلعين بس ماشيين وعم نعرج بنظام ما طبق الطائف بصورة حقيقية ما بالأول بدك طبق الطائف يعني الطائف اللي تحدث عن المناصفة ما كان فيه مناصفة كان بقانون الانتخاب السابق بينتخبوا المسيحيين المسيحيون 17 مقعد من أصل 64 نصيبهم الدستوري بالقوة الزيتية المسيحية وبالتالي أنت ما فيك تتحدث عن هيئة وطنية لإلغاء الطائفية وممثلي المسيحيين ما بيمسلوهم عن جاد كانوا لأنه بوقتها ما كانوا عم بيعبروا عنها بسبب قانون الانتخاب أما الانون الحالي حسن بقوة القدرة التمثيلية عند المسيحيين من دون أن يبلغ درجة المناصفة 64 ب64 بس أكيد رفعنا تقريبا للخمسين أو أكتر شوي بالقدرة الزيتية المسيحية وقت لما بدك تعملي عملية التبلشي تبحث بإلغاء الطائفية بس الدوائر بس طريق تقسيم الدوائر بمطارح معينة والتحالفات بصرف النظر يعني كانت بييني كأنه يعني ممكن يكون فيه شوائب بالانون بس عم بحكي على مستوى قدرة المسيحيين على إنتاج نوابهم ممكن يكون فيه شوائب أخرى بس على مستوى قدرة المسيحيين على إنتاج النواب يوم المسيحيين يعني كمان منقصمين يعني حتى لو عملوا تحالف وقتا قبل نعم بس ما تترجم كتير بالانتخابات هيدا دليل عافي لازم الطواقف الثانية كمان تنقصم سياسيا وانتخابيا مش تنقصم بمعنى العيش المشترك لا بس هيدا دليل حرية وتنوع وتعددية وهيدا دليل ديمقراطية ليش بدا نكون بلوق واحد يعني بالعكس لازم الطواقف الثانية تتمثل بالمسيحيين عنا حزب الكتائب معارض عنا حزب القوات الليبنينية نص على نص عنا التيار وطن الحر موالي موالي للعهد وبالتالي عنا تنوع ولازم يعني الناس عندهم خيارات عديدة وهيدا دليل عافي مع حفظ الاحترام وحفظ التفاهمات والقبول بالرأي الآخر فإذا ما بلشت مسيرة إلغاء الطائفية السياسية لأنه لا الطبقة المفرزة كانت مؤهلة خصوصا لدى المسيحيين ولا بعد الظروف مؤاتية طالما هلأد الطائفية متزال معششة في النفوس والله يرحم البطريارك السفير كان يقول تلغى الطائفية من النفوس قبل النصوص وبالتالي هاي مسألة مسار من مسألة قرار وهنا الصعوبة طبعا دكتور عادل يمين مواطنين وكمجتمع بعدين عندنا بعد طائفة وعندنا بعد مدني هيدا الأمر من لقيه بالدستور من ميل في محاكم مدنية لقضايا الأحوال الشخصية اللي متجاوزين بره زواج مدني وفي محاكم مدنية للأمور المدنية والتجارية وفي محاكم جزائية عدلية للأمور الجزائية ومن ما في محاكم للطواقف بقضايا الأحوال الشخصية طيب فإذا هيدا السنائية بالبعدين هي موجودة وبكل مواطن بشكل أو بآخر بدون ما يصرح بيلاقي عنده بعدين أحيانا حتى بالانتباء بينتمي للطايفة وبينتمي للوطن بذات الوقت أي نظام دستوري أو انتخابي يجب أن يعكس هذين البعدين نظامنا الدستوري بشكل أو بآخر يعكس هذين البعدين عندنا رئيس جمهورية واحد رئيس حكومة واحد رئيس مجلس واحد بس بذات الوقت عندنا بارلومان مقصم على أساس الكوطة الطائفية وعندنا مجلس وزراء مقصم على أساس الكوطة الطائفية بذات الوقت النائب يمثل الأمة جمعاء وبذات الوقت هو بيشغل معه لطيفته وفي ذات الوقت الوزراء هن ذات الأفريقاء بالنوار صحيح وبذات الوقت الوزير هو وزير لكل لبنان وبذات الوقت بتقلك المندي 95 تشكل الوزارة بصورة عادلة بين الطوارئ يعني ما في فصل إذا بدك عمليا بين المجلس جزئيا هيدي مشكلة كمان لأنه كمان بيأخذوا قديش نسب التمثيل بالمجلس ليروحها على وزير الوزارة صحيح يا حيبي كمان ممكن ينحكى فيها وتحمل نقاش فإذن نظامنا الدستوري بيعكس البعدين وبالتالي النظام الانتخابي لازم يعزم البعدين كيف بدي يعكس البعدين نحن إما من أمن البعدين بمجلس نيابي يؤمن المناصفة الحقيقية وليس الصورية من خلال إذا بدك تعملي لبنان دايرة انتخابية واحدة مع نظام نسبي بذات الوقت بدك تعملي طريقة المسيحيين يكونوا بالقوة الزيتية يعني بيأمنوا المسيحيين ممكن هون تعتمد نظام التأهيل بدورة أولى يعني أول اتنين مثلا بكل قضاء على المقعد بيترشحوا للمرحلة الثانية اللي بتصير فيها على أساس الانتخاب الوطني لبنان دايرة واحدة مع النسبي تب والدائرة الفردية هلأ برجع لها يلا هلأ برجع لها بس توضيح فإذا أو بتعملي بمجلس نيابي مناصفي بالغرفة الواحدة اللي هي المجلس النيابي من خلال نظام النسبي والدائرة الواحدة بس تسبقيه بمرحلة أولى تأهيل حتى المرشحين المسيحيين يكونوا أول اتنين هاك مين ما إجا بعبر عن إرادة الناخبين المسيحيين أو إذا بديك تعملي دائرة انتخابية واحدة ونظام نسبي وطبعا بعد ما لغينا الطائفية منحفظ الطائفية بمجلس النواب بس إذا ما بديك تعملي مرحلة تأهيلية ساعتها بديك تعملي إلى جانب مجلس النواب مجلس شيوخ يتم في انتخاب الشيوخ من قبل طواقفهم على قاعدة لبنان دائرة واحدة دائرة طائفة يعني الطائفة في كل لبنان دائرة واحدة والنظام النسبي هذا ينص على الطائفة الطائف مش بها الوضوح لا محدد دواير محاصر دوره بالقضايا المصيرية لا ساعتها ما نعمل مجلس شيوخ يشارك في التشريع على الأقل بالأمور الأساسية وفي انتخاب رئيس جمهورية وانتخاب رئيس حكومة واعطاء وحجب الثقة عن الحكومة هيك ميكون البعد الطائفي تأمن بمجلس شيوخ والبعد المدني الوطني تأمن بمجلس النواب ميكون إمنا البعدين مفتنا بالمجهول أما الدائرة الفردية عندها مشكلتين الدائرة الفردية أول مشكلة كيف بدك تتفق عليهم؟ أنت تقصم لبنان 128 دائرة فردية بدأ يمكن عشر سنين يقصصوا خرايط يعني 15 دائرة بالنظام النسبي عملوا تعرف إذا إخدت معاناة تاني مشكلة بالدائرة الفردية أنه للأسف استعمل هالعبارة يسهل شراء الأصوات لأن دائرة صغيرة فالمال بيأثر فيها والدائرة الفردية بتقوم على الأكسر وبالتالي اللي بيربح بصوت واحد فارق بيربح بس هالأموال عم تشتغل وان مكان يعني إذا الدائرة بتكبر بيخف التأثير بس بصير يمكن التمثيل أكتر تمثيلاً عندها فوائد من هالناحية إنه بتصير بالنائب أو بالأحرى الناخب بيعرف المرشح أكتر وعلى اتصال فيه أكتر وبمثل فئة معينة بيكون محصول جغرافياً بس عندها مشكلتين رشوة تكبر اتنين صعوبة الاتفاق على الدوائر زائد المسيحيون في علامة استفهام إذا رح يقدروا يأمنوا بالدوائر الفردية 64 نائب لأنه هن بالقوة الزيتية لأنهم منتشرين على كل الأراضي الليبنية وبالتالي مبعسرين مبعسرين وصوتهم مبعسر بينما الدائرة الوحدة أو الدوائر الكبرى مع النسبية بتحفظ لهم أكتر إمكانية إيصال صوت نحن لدي دكتور عادي اليمين وقتنا خلص بس بدي أسألك بعد شغلي عن الموازنة اليوم وفي طرح أنه ينطعن فيها للأسباب معروفة يعني شو إمكانيت نجاح هيدا الطعن وخصوصا بوضع المجلس الدستوري الحالي؟ هلأ حسب قانون المجلس الدستوري يستمر الأعضاء الحاليون بمهامهم حتى تعيين جميع الأعضاء البدلاء وحلفهم اليمين وبالتالي ستدرك هذا صار في تعديل ستدرك النقص وبالتالي ما بقى في مشكلة لأنه الأعضاء الحاليين القدامة المستمرين بحكم وليتهم يعني بحكم القانون المستمرين اللي منقضي وليتهم الأحرى هن مجبورين يحكموا بأي طعن هلأ الطعن بيجي خلال 15 يوم من نشر الموازنة في الجريدة الرسمية يتقدم به إما رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس اليمي أو رئيس الحكومي أو عشر نهو يفترض يمكن اليوم يمكن الخميس تنشر مع الجريدة الرسمية في حال وقع الرئيس قطع الحساب هذي اللي يعملو له مخرج هيدا سبقوا المجلس الدستوري بات بهالنقطة ورد الطعن لهالجهة اعتبر المجلس الدستوري أنه صحيح فيه مخالفي للدستور من هالناحية والدستور بيقول أنه تنشر الموازنة من بعد ما يكون تم إقرار قطع الحساب ولكن اعتبر المجلس الدستوري أنه بين خيارين بين أنك تخلي البلد بلا موازنة لأنه ما في قطع حساب وبين أنك تعملي موازنة وتقبلي تعهد الحكومة والمجلس يعني عم نلتف على لأنه أصلاً فيه مشكلة متراكمة فيه قطعات حساب من 93 للألفين لا هلأ منهم معمولين مجلس الوزراء بعد ما وزارة الملية أعدتهم عمل قطعات الحساب وحولها لديوان المحاسبي بالديوان المحاسبي فيه نقص يعني العدد منه كافي من المدقيقين والقضاء الأمر اللي جعل فيه استحالة فنية تقنية لا يقدر ديوان المحاسبي ينجز هالسنوات المتراكمة من 93 للألفين وستعشر لأن الفين وستعشر بظنني عملة عملة بس ما بدون بالبرلمان يقروا لحالة من دون السنوات السابقة من شين هيك تأخرت العملية والتصويت كمان يعني موضوع التصويت دايما برفع الأيدي في مرة نائب سامي الجميل قدم طعن وقال أنه بمحضر التصويت لم يتم الالتزام بطريقة التصويت بالموندات ومن عرف مين صوت وإدي العدد ووافق المجلس الدستوري بوقتها على الطعن وأبطل القانون بوقتها المتعلق بالضرائب الأمر اللي دفع البرلمان لإعادة الاجتماع والالتزام بالتصويت بالطريقة الأصولية وهي تسجل لصالح النائب سامي الجميل أنه كان عمل خطوة نظامية دستورية وبالتالي أسس لتقليد جديد يتم فيه التزام بالدستور من ناحية والنظام الداخلي من حيث طريقة التصويت مهم ما يصير فيه تصويت إلكتروني كمان كتير كتير ضرورية تتتوضح الصورة تينعرف مين صوت ومين ما صوت وتيكون العدد جالي ممكن ممكن يصير فيه عن خطأ عن قصد أو عن غير قصد ممكن يصير لغط بينما التصويت بس التصويت الإلكتروني بده تعديل لنظام الداخلي لأن النظام الداخلي اليوم بيقول بالمنادات وبرفع الأيدي ما بيقول بالتصويت الإلكتروني نعم نحن وقتنا خلص دكتور عادل يمين شكرا لألك بشكرك على كل هالتوضيحات الدستورية أهلا وسهلا فيك دكتور في القانون الدستوري والأستاذ المحاضر بالجامعة اللبنانية شكرا لك دكتور عادل يمين أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان أنا بدأ أشكر زميلة جوزافي كريم كانت معكم بهالحلقة إلان زغاية بأيسا نحن رسالة سلام ميساج دبي الناطرين كون تنلعب سوا نغني ونرقص سوا في أكل في شرب بزار عشاق روي كومبولا الجائزة الأولى تيكت صفر ومليون شغلة تانية الكيرمس بثنان ثلاثة وأربعة قاب هون